مسلسل مين قال ومنخص أحداث الحلقة الخمستاشر والأخيرة شريف كان ميداق جداً وأصحابه بيدعموه بعد ما بيعرفوا موضوع البنت دي اللي أخدت الفكرة بتاعتهم وعملت منها شركة بيقولوا طب ليه أصلاً بتدخل؟ المسابقة طالما معاها فلوس وبتعمل شركات شريف بيقول أكيد طبعاً داخل تسرق أفكارنا بس أكرم بيقول لازم نعمل حاجة جديدة نبدأ نشتغل في موضوع السرير أكيد علشان تبقى حاجة جديدة على اللجنة العميد بتاع الجامعة ويتكلم معاه في موضوع شريف وبالفعل بيدخل وبيشوف المواد اللي جاي لها شريف ممكن يعوض على السمستر الجاي ولا لأ لكن قال له شريف أنهولد قال له يعني إيه؟ إزاي أصلاً تبعته تعليق من غير ما تقول الأولياء الأمور يعني أصلاً ما كانش بيحضر؟ طب وبعدين السن راحت عليه؟ بيرد وبيقول له ما تقلقش في ناس كتير بتعمل الجاب بيردي يعني بيعملوا التدريب مثلاً أو بيسافروا أو عمل تطوعي قال أيوة بس ده ما عملش حاجة من دي ده كان بيشتغل في الموضوع خايب كده كراسي ورق وحاجات كده قال له إيه ده؟ هو أنت ابنك شريف بتاع البنشات؟ قال له أيوة أنت تعرفه؟ قال له أيوة طبعاً ده شاب مهوب وعبقاري صراحة أنا كان عندي إفنت وأخدت منه كمية وعملها لي في وقت قياسي جداً أنت المفروض أصلاً تفتخر بيه شريف بيبدأ أنه هو يعمل موضوع السرير ده مع كيفين والبنات اللي بيشتغلوا لكن أكرم مستعجل وعايز يمشي أكرم هو بيفتح الباب بيلاقي مامة شريف قدامه أهلاً يا طنت وبيمشي وطبعاً بيقول لها شريف في حاجة يا ماما قالت أيوة إحنا جايين نغدك للبيت قال لها جايين مين انتو؟ قالت أنا وصارة قال أيوة يعني بابا مش عايزني أرجع البيت حرجع؟ قالت له ارجع واعتذر له والمواضع خلاص يمشي على كده لكن ما توعدش بعيد ارجع وقول لك المتين واعتذر له خلاص أيوة يا ماما لكن أنا عندي شغل قالت له احنا مستنين برا يلا دلوقتي طبعاً بيسيب كيفين يكمل السرير وبيروح هو مع مامته وصارة بيدخل البيت وبيلاقي بابا بيتدايق لما بيشوفه بالشكل ده لكنه مصمم إن هو يتكلم معه ويعتذر له بيقول له بابا افهم وجهة نظري أنا ليا فعلاً وجهة نظر قال له وجهة نظر ايه تسيب الجامعة وتشتغل في بين شات وحاجات خيبة قال له دي مش حاجات خيبة اسمعني بس أنا جايب واعتذر لك أنا فكرتي فعلاً فكرة قوية وحتمشي جداً مع الناس انت ليه مش مستوعب ده قال له سيب جماعيتك وتروح تعمل حاجات خيبة وتقول لي تاكل مع الناس انت بتتكلم إزاي انت أصلاً أخرك من غير جامعة يعني واخد السنوية والله يلاقي عليك خذ لك كرسين وروح بيعهم هناك على النصية قال له والله يا بابا أنا فعلاً عندي أبيع الكراسي على النصية ولا إني أتزلني لك كده علشان أصلاً أعتذر على حاجة أنا مش مقتنع بيها لأنني معملتش أي حاجة غلط أنا فكرتي كانت صح قال له لأ انت غلط قال له لأ مين اللي قال إن أنا غلط انت مين اللي قال أنا متأكد من إني ماشي فعلاً صح وطبعاً سارة بتقول فعلاً أي حاجة بتبدأ كده بخطوة لكن الأب بيتنرفز جداً على ابنه لكن الابن بيقول له بابا أنا لما هيسى امتردك أنا كنت صعبان عليها جداً لكن دلوقتي عرفت إن هو بيخلص منك طبعاً زي ما أنت بتعقبني دايماً بيدربه بيجي له بانيك أتاك بتلحقه سارة وبتهديه وبتشربه مية بيصحى تاني يوم وهو متأخر والمفروض وراه مسابقة وكمان السليل المفروض يزبطه مع كيفين أول ما بيفتح الباب بيلاقي أصحابه جايين وبيدعمه نويين النهاردة يبقوا معوجودين معاه في المسابقة وكمان كاتبين حاجات ويفط علشان يشجعه فريدة عايزة تيشيرت من بتاع أوريكو لكن قالولها مفيش غير اتنين بس ويلا علشان نلحق أما ثالمة بتتكلم مع شريف الوضع بقى كويس مع عمه لكن بيقول لها لأ لسه شوية قارت له معرش كل حاجة عادي تحسن في المسابقة والكل قاعد ومستن نتيجة بس الأول المفروض كل واحد من المتسابقين العشرة يروحوا ويتكلموا في المشروع بتاعهم على ألا يزيد الكلام عندي أواحدة كل واحد بيعرف بمشروعه ولما بييجي الدورة على الشريف بيقول إن هو بيعمل حاجة كده زي آيكيا اللي هو الحاجة زي ما هم بيعملوا الحاجات بتتصنع وبتتعامل في البيوت كمان إحنا بنعمل حاجة تكون يعني سهلة في الحمل والتركيب وكمان التخلص منها وكان كلامه موزون جدا ويقدم بريزنتيشن حلوة وطبعا أصحابه كانوا شجعينه بيخرج شريف وأكرم لأصحابهم اللي بيقول لهم إن انتوا كنتوا جامدين جدا وإن شاء الله حتفوزوا أما شريف بيروحوا بيتكلم مع البش مهندس أدهم في الموضوع اللي قال له عليه لكن بيقول له أنا آسف الشركة بتاعة إيكو فورنتشر كلمتني والمفروض إن هما حيتعقدوا مع المكتب قال له أيوة بس دي واخدى الفكرة مني دي كانت معنا هنا قال له مفيش حاجة اسمها كده عمتا ربنا معاك خلي عندك أمل صاروا مامتها بيجيجوا علشان يدعموا شريف وصارة عايزة تبعت اللينك بتاع الفيسبوك بتاع البس المباشر للمسابقة الباباها لكن بيقولها شريف لأ وبتبدأ المسابقة مامتها بتقولها بعتي بعتي بتبعت فعلا وبيبص طبعا باباهم على البث ده وبيتابع كل حاجة بتحصل وبيشوف شريف وهو بيتكلم بالنسبة للمتسابقين العشرة بينادوا عليهم من رقم عشرة لحد رقم وان بيبدأوا طبعا بالمشاريع بتاعة الشباب وطبعا كان قلقان جدا جلال أما بالنسبة لشريف وأقرم بقوا في المركز التاسع وكمان في واحد من رجال الأعمال اللي قرر انه هو يتبنى فكرتهم دي وبيفوزوا بسبعين ألف جنيه وبيبقوا في المرتبة التانية الكل سعيد ومبسوط بالجواز وكمان بيه المشاريع بتاعتهم وأصحابه طبعا ما أثروش معاه الكل بيبارك لهم ومبسوطين جدا بيهم كمان مامة شريف حسد فعلا ان شريف موهوب والكل سعيد بيعملوا حفلة وبيرقصوا وبيبقوا مبسوطين جدا وسلمة بتقرر تقول كلمة وبتقول ان هي proud of كل الناس دي وان كل أصحابها فعلا هي فخورة بيهم جدا خاصة شريف اللي عمل ضجة السنادي طبعا ومراحش الجامعة بس عمل ضجة حاجة تانية وكلنا اتغيرنا طبعا كان أصدها على عمر اللي حب فريدة وصلاح اللي ساب المخدرات وهي نفسها اللي بقت في مجال التمسير وشريف اللي عمل الشركة في وقاط قياسي أوريكو وهم بيتكلموا بيجي جلال اللي كان مبسوط جدا بابنه وفخور به جلال بيجي وبيسلم على ابنه وبيحضنه وطبعا الكل بيسقف وكان سعيد جدا وفخور بابنه وبيحضنه على جنبه وبيقوله انسى الكلام اللي قلته لك كله مبارح انت عندك حق انت فعلا الصح أنا آسف جدا على كل حاجة وبيطلب يتصور معاه وبتيجي زينة وبتصورهم وهي فرحانة وكمان بتصور عائلتهم الصغيرة صارة وأمينة وشريف وبابا وبيتصوروا كلهم صورة جماعية زي الصورة دي رجل الأعمال اللي تبنى فكرة شريف بييجي علشان خاطر يشوفوا المكان اللي شغالين فيه وشريف طبعا بيعرفهم بالمكان اللي بيتم فيه عمل الحاجات دي كلها أما بالنسبة لسلمة فبتعمل فيديو تمثيلي وقدامها لجنة تحكيم هيحكموا عليها فريدة مع عمر وكمان مع زينة وبيتفرجوا على فيديوهات وبيتحكوا لكن كانت مسكة ايد عمر ومبتسمة وطبعا بيحبوا بعض أكرم وكارن قرروا ان هما يبقوا مع بعض برضو مبسوطين جدا وشريف كمل في البزنس بتاعه وفريدة أخيرا قابلت باباها وراحت علشان تخرج معاه بابا صلاح أخيرا قرر ان هو يدي شوية الوقت لابنه اللي ساب المخدرات وجاب له كمان كلب تاني صار بتقدم استقالتها من المستشفى اللي هي فيها أمينة رجعت ترسم تاني وهي متحمسة شريف راح مع بابا عشان يلعبوا تنس وبعد ما لعبوا تنس بيتكلم شريف معاه في موضوع وبيقوله يا بابا قريت الكتاب بتاع 21 سؤال في القانر 21 قال له لأ ده حال وقال له أيوة بيتكلم ان الناس اللي بعد الالفين اتولدوا بعد سانة الفين هيوجب صعوبات جدا في حياتهم وعلى فكرة مش هيبقى فيه مدرسين ولا مدرسين جامعة ولا حاجة زي كده أسد جامعة أصلا هيبقى كل حاجة أونلاين قال له انت عايز اي يا شريف قال له انا مش عايز اكمل حتى في بيزنس انا مش عايز اكمل أصلا جامعة قال له ازاي انت لازم تكمل تعليمك قال له ايوة بس انا فعلا مش حابب كده اضيع اربع سنين من حياتي وممكن ان انا اعمل كورس في تلات شهور ولا حاجة وانجز بي كل الاربع سنين دول انا بجد مش عايز اكمل في الجامعة قال له ايوة انا هيبقى معاك سنوية قال له لأ بس برضو مفيش حاجة من البنين عمتا الاجازة جاية وانا هحاول اقنعك الفترة دي بتخلص الحلقة على كده وده كان منخص لاحداث الحلقة الخمستاشر والاخيرة مين قال ويراب المنخص يكون اعجابكم ما تنسونيش لايك اشترك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد وباي باي اشترك في القناة